استقبلت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب وعضو اللجنة الوطنية للتحكيم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية رشا راغب منصق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية السفير هشام بدر ومجموعة عمل المبادرة وعلى ذلك خلال اللقاء نظمته الأكاديمية لخريجها بمقرها وعبر منصتها الرقمية ومن جنيبه أشهد السفير هشام بدر بالجهود والأدوار التي تقوم بها الأكاديمية مضيفا أن الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت من أنجح المبادرات المشاركة في قمة المناخ كوب 27 والتي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ